السلام عليكم النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت من أحلى البسكوتات اللي ممكن تعملوه في البيت بسهولة عبارة عن طبقتين بسكوت وبينهم طبقة كرامل في النص واتغطيه كمان بالشوكولاتة حاجة كده طعمها وهم يعني ما تتقرنش بأي حاجة تتبعه بره جهازة وحنعمل منها كمية كبيرة وفي نفس الوقت بمكونات موجودة في كل بيت ما تنسوش قبل ما نبدأ لو أول مرة تشوفوني أنا إيمي الشاهي لو لسه مشتركتوش في قناتي نزلوا اشتركوا دلوقتي وفعلوا زر الجرس وعملوا لايك وشير الفيديو ده لو أعجبكم ويلا بينا نبدأ على طول أول حاجة حبدأ بيها مكونات البسكوت هحتاج 7 كبات من الزيق يكون منخول و250 جرام من الزبدة كونترية نكون مطلعينها من تلاجأ قبلها بوقت و3 ربع كبات من الزيت و3 ربع كبات من السكر وبيتين وفانيليا ومع لها كبيرة من بيكين بودر هكتبلكم كل المكونات دي بالجرامات وبالكباية في صندوق الوصف تحت الفيديو أول حاجة حضرب الزبدة مع السكر بالمضرب كويس لغاية أما تنعم شوية ممكن تنعموها بأيديكم لو ما فيش مضرب في الأول بندرب على سرعة قليلة كده شوية علشان الزبدة بتتير في كل حتة وبعدين أما تبتدي تنعم نعلي السرعة شوية وبعدين هزود عليها الزيت واضربهم تاني لغاية أما الخليط يبقى ناعم وفتح كده وبعد كده هزود عليهم البيض والفانيليا وأخلطهم تاني وبعدين هزود عليهم الديق والبيكين بودر بس زي ما متعودين مش بنحط الديق كل مرة واحدة لأ بنزوده بالتدريق لغاية أما العجينة بتتلم معايا لإن في أنواع دي بتشرب كمية سوائل أكتر فأي عجينة بسكوت مش بنعجينها كتير مجرد ما العجينة بتتلم معايا بوقف عجن علشان البسكوت بعده ما يستوي ما يطلعش أن يشف قوي بعد ما عجنتها بكور قطعة كده بإيدي وأشوفها لو تلم الكويس من غير ما بتلزق يبقى كده تمام أوقف عجنة وبعدين بقسم العجينة وأغلب كل جسء الغاية تماجي اشتغل فيه علشان ما تنشفش هاخد أول جسء وافرده بالنشبة ما بين كسين علشان أقدر أطلعه بسهولة من غير ما مشكله يعني بوز وبعدين بقطع دوائر متوسطة بأي قطع أو غضب رطمان مثلا ده لصمك اللي أنا عايزيه مش عايزها لطخين قوي ولا رفعيعة قوي علشان تطلع مقرمشة بعد ما تستوي وبعدين باخد كل قطعة برفعها بالروحة كده وبنقل على صنية فيها ورق زبدة وبدخلها فرن متسخن على درجة حرمية وتمانين لغاية أما البسكوت ليوخد لون دهبي من تحت أولون من فوق مش بيتغير أول بس ما نخرجه ومنحاولش نمسكه بأيدينا جامد علشان بيبقى طري ومجرد ما بيبرد بيتميسك بقي العجينة بقى اللي اتبقت من التقطيع حلمها أنا مش بعجينها تاني بلماها وبس وبعدين برجع فريدة وشكلها تاني وقت ما البسكوت بيستوي أحضر صوس الكراميل أو التوفي هحتاج كوباية من السكر يفضل يكون حبيباته نعمة مش خشنة ولا بودرة ومتين جرام من الشوكولاتة البيضة هسخن حلة كويس وحط فيها السكر وأحرك الحلة كده على نور هدية لغاية أما السكر يبتديت كراميل وياخد لون دهبي موحد في الأول بحرك الحلة كده وبعدين أول ما يبتدي السكر يدوب بحركه بالمعلقة لغاية أما ما بقاش فيه أي أثر للسكر خالص ممكن تلاقوه سكر شوية كده منكم ما تقلقوش أهم حيجا نهدي الحرارة وبعدين قلبه كويس حيرجع يدوب تاني وبعدين هزود عليه كوباية لربعة من الماء تكون مغلية وهقلبهم كويس مع بعض لغاية ما يدوبه تاني وبعدين هرجع زود عليهم الشوكولاتة البيضة وهقلبهم على نار هدية لغاية ما الشوكولاتة الدوب خالص أول ما تبتدي كده الخليط ده كل يغلي مع بعضه هبعدوا على النار واسيبوا يبرد ده البسكوت بعد ما استهوا واسيبتوا يتهوا على شبكة كده ويبرد شايفين من تحت واخد لون دهبي فاتح جدا من سيبوش كتير علشان لونه ما يتغيرش لو غمق شوية عن كده برضو ما فيش مشكلة أنا عملت شوية لونهم فاتح كده من تحت وشوية أغمق شوية لإني سيبتهم وطأ زيادة بس أهم حاجة أن احنا مننسوهمش كتير بعد ما استوز برد هاخد كمية صغيرة قوي وهحطها على البسكوتة تقريبا نستمع لها صغيرة منقطرش عن كده وهضغط عليها ببسكوتة تانية منزودش الكراميل في الحشو لإنه حيطلع من الجوانب لو في زيادة طلعوها ومسحوها يعني من الجنيب وبعدين كنت محضرة شوكولاتة مضوبة على حمام مايا سخنة وبعد ما ديبت كويس هزود عليها شوية سوداني مجروش وهقلبهم ما نزودش السوداني علشان ما يتلكعش الشوكولاتة ويتقلها هاخد كل بسكوتة وغطسها بالشوكولاتة وبصفي زيادة منها وبحطها على شبكة أو ورق زبدة لغاية ما تنزل زيادة منها ويريت نستخدم شوكولاتة تكون خفيفة كده بعد ما نسيحها علشان نقدر نغطي بها البسكوت بسهولة الشوكولاتة التقيلة بتبقى صعبة في التخطية شوية ولو زودنا عليها زيد بتعمل طبقة ضهنية كده على البسكوت بعد ما بتجمد عملوا أكتر من 130 بسكوتة كده فردوني شكل الكرامل تحفة كده وفي مطة رهيبة طعموا أحلى من أي حاجة بنشتريها جاهزة كفاية نعملينه في البيت وبكمية جبيرة جربوا قولولي رأيكم تحت في التعليقات وما تنسوش تعملوا لايك وشير وشوفكم إن شاء الله على خير الفيديو الجاي وباي باي